بعد عدة سنوات قضاها الناجحون خلف هذه الأسوار في مخيم بات يحمل طابع المعتقل لهم ها هم عائدين إلى تلك الديار التي فرقها على طول درب يملأه الأسى حاملين ذكريات لا تنسى رافقونا في رحلة العودة إلى منازلهم الابتسامة باتت مرسومة على شفاه تلك العوائل وهم سالكين طريق العودة إلى ديارهم آملين من الحكومة المحلية والمركزية مد يد العون لهم لتوفير أبسط مقومات الحياة لتكتمل فرحتهم والله فرحتنا إن شاء الله اليوم بالعودة ما تصف فرحة شبيرة ونشكر جميع من ساهم بهذا المشروع يعني عودة النازحين من حكومة المحافظة وحكومة المحلية في بلد وجميع الجهات الأمنية نطالب على الكهرباء والماء وتدري يعني احنا راجعين هسا مساعدات يعني هاي ايو والله فرحانين كثير بس نشوف ديارنا وقاعتنا وبيوتنا ويعني انتهجرنا هاي سنة الرابعة بدت علينا واحنا ساكنين بالخيام واليوم فرحتنا كبيرة يعني مو قلائلة حكومة بلد ومن جانبها أبدت اهتماما واسعا ووعدت بتوفير الخدمات لتلك العوائل فيما أكدت القيادة الأمنية إنها أمنت مناطق عودة النازحين واليوم استقبلنا عوائل كل من مشعيفة وسنجار وكذلك عزيز بلد هناك الحملة الثانية التي تنطلق غدا إن شاء الله هي حملة توفير الملفات والخدمات فيما يخص التربية والتعليم والكهرباء والماء فغدا إن شاء الله ندوة موسعة وتوفير كل هذه الخدمات باجتماع مع مدراء الدوائر كافة من أجل النهوض بالواقع الخدمي وتوفير البيئة اللازمة للنازحين بتوجيه مباشر من السيدة وزيرة الداخلية الأستاذ قاسم العرجي في متابعة إعادة النازحين والوقوف مع العوائل من خلال فتح مراكز الشرطة وتهيئاتها لغرض استقبال النازحين والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى المحافظة في الأجهزة الأمنية ضمن المنظومة الأمنية المتمثلة بالاستقبارات والأمن الوطني والمخابرات وبتنسيق عالي مع قيادة عمليات سمرة يجي اليوم تهيئات كافة الأمور المتعلقة بتهيئات الجانب الأمني حيث يجي تدقيق العوائل على شكل حاسبات من مطلوب المطلوب يخضع لمضلة القانون ومن غير المطلوب والقضاء والشخص الغير مطلوب يتم إعادته إلى أماكن سكن اكتملت فرحة عودة النازحين إلى ديارهم بعد غياب دام لعدة سنوات هاهم على تلك الأرض التي فرقوها مطالبين حكومة المحافظة بتوفير الخدمات من جنوبي محافظة صلاح الدين محمود الكنعاني قناة سمر الفضائية